متجر كوينز العرب من افضل وارخص المتاجر لبيع الكوينز سريع بالتسليم وضمان مية بالمية من الباند والتصفير وطبعا متل ما بتعرفوا تشكيلة الموسم قربت فلحقوا حالكم من الان والمتجر بيفوفر تحويل بنكي وبيبال وارقام التواصل مع الفروع كله رح بتلاقوها بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من اروا السريكي من المقال اليوم مقطع جديد من السلسل تحديها للفوتو درافت انا بهذا الفيديو تحدي اسطوري تحدي رهيب ممكن تقوله واللي هو تحدي فوتو درافت نهائي دوري ابطال اوروبا طبعا نادي توتن هاموت سبير ضد نادي ليفربول نهائي انجليزي يعني ما بين فريقين انجليزيين وايضا كان الدوري الاوروبي بين فريقين انجليزيين فيعني نهائي رح يكون اكيد جدا ممتع مع اني كنت بتمنى يعني غير هيك يكون سيناريو نهائي لكن فريقين بيستاهلوا وقدموا كل شي ممكن بهالبطولة ووصلوا للنهائي فبتمنى بما نبدأ دعمكم بالليك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين ووصلونا 15 الف لايك مشان نزلكوا التحدي الجديد اذا حابين نزلكوا عن تحدي تشكلة الموسم الاسبانية فوصلونا 15 الف لايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين تقدر زر ما راح تخسرك شي لكن راح ساعدني فيها بشكل كبير فاشترك بالقناة من الان اذا ما كنتمشترك وبيكون شكرا جزيلا للك فطولنا كثير بالكلام خلينا ندخل الان ونشوف التشكيلات اللي عنا يا السلام 433 اوكي في ثلاث خطط 433 بصراحة بحب العادية بشكل كبير فبظن اني راح اخد العادية خلينا بس المايك هيك شوي اوكي بظن اني راح اخد الخطة العادية افضل واحدة بين هدول الخطط طبعا الايكونات عادية انه نختارن بسم الله يا السلام جورج بيستو عندي فيرمينو اوكي بداية حلوة فيرمينو بس انه النسخة العادية بصراحة فرح فضل الايكون على فيرمينو بما انه يعني النسخة العادية لو انه طلعلي فيرمينو نسخة افضل كنت اخدته ان شاء الله يجي نصلاحون ولا شي اوكي هؤا في لوكاس مورو والله ما انتبهت له بالبداية اول لاعب اول لاعب بجينة من توتنهام سريع تزديد عنده عادي شوي لكن الحمد لله سرعتهم ممكن اننا ساعدنا بشكل كبير هاي اول لاعب وكان بإمكاننا انه ناخد فيرمينو بس فيرمينو كان رح يكون بالاستي فما كان رح يطلعنا لو كاس مورو فخلينا رح الجناح اليسار اوكي من شوف من كل الاندية من الاندية اللي وصلت عن يهاي الدوري الاوروبي لكن احنا عم نشتغل على دوري الابطال فما في ممكن ان ياخد اللي هو ويليان شايف انه طاقاته جدا رائعة بصراحة فمناخده خلينا نشوف السي ام بسم الله ليفربول او توتنهام اوكي كيتا حلوين جدا تاني لاعب من من التحدي بده انه نتهي يلاعب من ليفربول لعب من توتنهام يس نام لعب كمان من والله الجناح بم لاي عم استواعب سرعة بس لعب كمان من توتنهام حلوين جدا سي وصرو haven لعبين بن توتنهام لعب من ليفربول حلو 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 سي ام اليسار ياس نام الا اواه لا حرامي يا اخي ليش ميليرس حالية للحالي بيرنردو سيلفا ولا اليه طاقاته بطلة расс마 بيجين اميليرس حالية والله عندي اربع لعيبة اثنين من التنهام اثنين من ليفر لغاية الان يا رب فاندايك اي اودة بنسون سانشيز يلا يا معفنين يا معفنين عطيني هذا الصح انه سرعته بطيئة بس انه هولندي اذا طلع لي فاندايك يعني اولي الشي لا دفاعي رايح فيي دفاعي وفات حالة وفات عند الدفاع عندي والله ما رح يمشي حاله اطلاقا يلا روبرتسون اوكي ما في من التحدي في عنا لابورت جدا بطيء ما رح يمفعني في عندي هذا والله سريع ودفاعي ممتاز وعندي تليس ما انتبهت له لكن مناخد اللي هو تليس برازيلي ممكن انه يشبك مع كذا لعب يارب يارب شي لعب ممتاز يلا اوكي عنا بريغوين هدا ما في على اللعب الخطيرة يعني بدي صلاح طيب او شي عناصر هجومية اوكي دوغلاس كوستا برازيلي حلو رح بيشبك مع تليس بس والله ما لعرفان هلا الحارس اليسون دايما بيطلع لي او لوريس لوريس حلوين 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 جدا ممتاز صار عندي كم لعب ثلاثة من توتنهام وثنين من ليفر حلو حلو خمس لعيبة بالتشكيلة يعتبر عدد ما له سهل و لسه عندي الاحتياط ايريكسن يا ساتر يا ساتر ايريكسن وفندايك يا ربي ليش يطلعوا اللاعبين هدول مع بعض محتاج قلب دفاع المشكلة فندايك والله اسطوري رح يكون و ايريكسن كمان محتاجه طيب شوفوا اذا اخدت ايريكسن لازم اني نزله مثلا مكان واحد من الثلاثة خطوط الوسط والمشكلة انه الثلاثة من الاندي اللي بدي ايوم فخلص هات فندايك والله حرام ايريكسن اول مرة بيطلع لي و بدي يجربه كنت حرام 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 انه يروح علي طيب اطيني هذا هون يلا فندايك هيك تنغمه كامل يا ربي يرجعي يطلع لي شي خطوط اسطوري يكون اوكي ما في ولا لاعب من التحدي ممكن ياخد وكر من امن ظاهير ممتاز اذا ما طلع لي روبرتسون وهذا الشي وارد فمو روبرتسون اصدي ارنولد اصدي ارنولد يا جماعة والله العظيم هذا اللي اصدي علي يا السلام حلو 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 صار عندي كتير لعيب من ليفربول ومن توتنهام والله شي جدا اسطوري بقي ناك ملعب على احتياط متأمل ان يجيني محمد صلاح ياارب يا الله الحمد الله يا جماعة محمد صلاح حلو والله في لعيب ايه يعني كطاقات افضل بس انو ما رح فوت محمد صلاح خلينا نازلو مكان هادي السلام يا السلام بقي لي كم لعب على لعب هيك اذا طلع لي اليسون هلا فراح اطر ان يطلع لوريس طبعا اليسون تشكلة الموسم يعني اشتركوا في القناة 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 روبرتصو شوف الرقمية يعني ما ما عريف كيف Rum CDC ون منزل فواندايك اياك من فوقك اخر وإلا يطلقى هدف اتعادل الأخسر بألمباراة لااااااااااا wo للااااا يا صلاح حرام عليك يا اخي والله تتعني تويتcekt هو بالامباري حبيت علي شأط الأول معنى المفروض يا لا عليم ما ت vine بس يعني لو سجلناه بشكلنا خسرنا كل شي لقلنا بس بشكل عام للخصم عرفان يلعب وبصراحة دفاعه خمسة دفاعي يعني صعب جدا 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 ومن النار على الظاهر اليسار يعني ما بدي الكون فخلينا ننطلق على الشوت الثاني الان ما شاء الله ما حدا بده يطعه هلا صار شوفوا كريستيانو عم يهربوا ما بعرف مين اللي تحت كمان واو الله عليك يا لوريس يا اخي شو هتلبي هاللعيبة؟ شو صغير ما عندي ولا لعب خمسنجوم مهارات اليوم ولا لعب خمسنجوم مهارات اعمل ترنادو او لا اعمل شي مسك 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 يلا يا رب يا رب هلوة؟ لا لوكا مدريتش ايوه؟ صلاح شو جايبا قبل الجناح اليسار طيب بغض مستمر تبادل الكرات محاول لي جادة مقردية بدي لعب باسك لداخل منطقة اكسرو كسر فيه متل هيك متل هيك هادل الباس اللي بدي آه الله عليك ادلب البيارول هدف الثاني ما رح يتركك بس كريستيانو بصراحة يعني انا اوه 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 اوكى اوكى يا فاندايك يلا 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 بسرعه 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 والله ان اك غبي بس يلا يلا ما زالت معي لا اركز على صلاح بس لانه هو عرفان اني عمركز عن صلاح وبالتالي ما لم يتركه بحاله محمد صلاح ماذا تفعل؟ يو الله يا إخد فاول بس لأنه الرونالدو كان بيخوف وقفت سراحة هاي هو الق permable أنا بعرف الفاولات من هالمسافة ما بيضايقوها اللي ضدي اوكي يو يو يا حقا افاول ايه استنظل تقبل ليعمل لا لا خلاص الأب東 بدي أحكى عن التحكيم حسنا يا جول الله عليك لو ناس والله إنه السوري تمر كتلة البولستا رص مضمونة ملعوب في لفايلة بالله بدي يصعب ضربة جزاء حرام طيب ورجيني شو راحت تعمل والله فانداك قلت لكم ما بيتفاهم ما اليوم مرصرت ايا ليا ش الإنسان تحرس المرمى في الاتقال الكرة تنتي المباراة يا حبيبي 3-0 والله مباراة رهيبة هدفين لصلاح وهدف لدل بيرو عناصر توتنهم ما سجل لهو ما في غير لوكاس مورا وبصراحة ما أقدم هالأداء الممتاز يعني عالجناح اليسار شوفوا من أقل اللاعبين تقييما هو أقل لاعب لا الثاني أقل لاعب بعد جيمس ميلنر دل بيرو نجم مباراة صلاح 9.2 و دل بيرو 9.3 صلاح ما صناع لكن دل بيرو سجل وصناع والله شفت أنه دل بيرو الحلو فيه أنه حرك لعب بشكل أكبر فهذا الشي اللي فرق يعني بساطه أكثر من صلاح وبشكل عام اللاعب اللاعبين بدعوه بشكل جدا أسطوري سيسوكو جيد جدا كان نبي كيتا ما بعرف على الشوت 8.5 آه صنع قول مشان هيك تقييمه علي إنما بالبارا كان مهل ممتاز بعم ذاك أسطورة مطبيعية حرفيا عشر تدخلات يعني والله إنه رايب وما تلقينا هدف كم يوم يا جماعة صرنا ما تلقينا هدف اللي متابع للإدراف تاتي قللي الإحصائيات قريبة نوعا ما بنحس تزديد نفس العدد لكن تزديداتنا على المرمى أعلى استحواز ضق التزديد ضق التمرير كل شي كان فيه أفضلية لإلنا والحمد لله إنه فزنا بهاي المباراة فهي كم ندير أقول إنه وصلنا لنهاية هده المقطع توقعوا نتيجة المباراة تحت بالتعليقات بصراحة عن حالي بتوقع يعني إنه المباراة رح بتكون صعبة لكن كتوقع بصراحة يعني هي المباراة جدا صعبة بس بظن يعني أحد الفريين رح يفوز بفرق أحدا ما بدي أقول مين يعني متوقع فريق ببالي بس إذا قلت وخسرنا بالنهاية رح يفكرون إن أنا مشجع الفريق لكن لا أنا ما اللي مشجع أي فريق أنا رح تابع المباراة مش هستمتع فيها فأنتو كتبوا لي توقعاتكم للتحت بالتعليقات فشكرا لكل واحد تابع المقطع فبس هذا اللي كان عندي اليوم في أمان الله شكرا للمشاهدة